أكد وزير الخارجي عاد الجبير أن المملكة في وقتها الحالي هي في مرحلة تغيير تسمح للشباب بتحقيق أحلامهم وقال الجبير في كلمته أمام المؤتمر الدولي لدولي الساحل أن إيران هي الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة وربما على العالم وأن ميليشياتها تلعب دورا سلبيا في دول المنطقة أضاف الجبير أن قضية اليمن معقدة وأن المملكة لم تسعى الحرب مشيرا إلى أن الحوثين هم سبوا الأزمة في اليمن وأنهم قوضوا أكثر من مرة جهود الحل في اليمن ونوه الجبير إلى أن جميع خطوط إصال المساعدات إلى اليمن مفتوحة للحد من المأساة الإنسانية هناك وحول سوريا قال وزير الخارجية أن المملكة تسعى لإعادة استقرار سوريا وتدعم أجنيف للتوصل لحل سلمي وأشار الجبير إلى دوري العراق المهم في العالم العربي كما أكد دعم المملكة لجهود إعادة الإعمار هناك وأعلن الجبير استعداد المملكة لتقديم المساعدات لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي